اهلا بحضراتكم في هذه التغطية حسم الدول البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر موقفه من الاستمرار في الدور السعودي للمحترفين بعد التقارير التي اشارت الى رغبتي في الرحيل والعودة للكرة الاوروبية خلال الفترة الاخيرة وقل كريستيانو رونالدو للموقع الرسمي للدور السعودي للمحترفين انه مستمر الموسم القادم في صفوف النصر وانه توقع الفوز باللقب هذا الموسم لكنه متفائل بالنسخة القادمة من البطولة وضف رونالدو قائلا الدور السعودي جيد وتنافسي ونملك فرق جيدة وكذلك الحال بالنسبة للعبين العرب لكن البنية التحتية تحتاج الى بعض التحسن ونفس الحال بالنسبة للحكام وتقنية الفار يجب ان يكون اسرع بعض الشيء واضح رونالدو انه واجه بعض التحديات في موعد تدريبات خاصة في شهر رمضان عندما كان الفريق يتدرف في العاشرة مساء على عكس اوروبا التي يكون فيها المران في الصباح ايضا شدد رونالدو على انه لن ينسى حفل التقديم والمشاعر الايجابية التي تلقاها بالطريقة التي تمت بها في ملعب النصر وبين الجمهي وشار كريستيانو رونالدو الى ان زملائه في الفريق نصر السعودي لحظ انضبطه واخلاقه في التدريبات وانه نقل للكثير منهم الالتزام والضرورة للتعامل البدني في التدريبات وكانت تقارير صحفية قد اشارت الى ان البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على اعتاب العودة للدور الانجليزي من جديد بداية الموسم المقبل في ظل عدم ارتياحه داخل صفوف النصر السعودي كانت شبكة سكايسبورتس قالت ان نادي نيوكاسل الانجليزي يرغب بقوة في ضم كريستيانو رونالدو بعدما ضمن الفريق التأهل لدور ابطال اوروبا في الموسم المقبل واشارت الشبكة الى انه ليس هناك اي مفاوضات رسمية من جانب نادي نيوكاسل ورونالدو لكن هناك تطلعات كبيرة من اجل ضم صاحب السبعة وثلاثين عام لمنح الفريق دفعة كبيرة على المستوى الاوروبي خليني في النهاية افكر حضرتكم ان رونالدو انضم لصفوف النصر السعودي خلال شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر وبقيمة 500 مليون يورو لمدة موسمين ونصف وذلك بعد ازماته العنيفة مع ايريكا تينهاج مدربه السابق في منشستر يونيتد مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك اشتركوا في القناة